أرجع لحضراتكم بارحكم بأتكلم عن نتنياهو بيعمل تصريحات وانا قلت من شوية ان نتنياهو عاد الى اتلقبيب مجددا حتى يبدأ في ترميم الشروخ والثقوب والشقوق التي حدست في حائط او في جدار كتلة اليمين المتطرف الذي يقوده حزب اللي كود اللي بيتزعمه بين يمين نتنياهو اللي قاد هذه الحرب وتسبب في كل هذه الخزايا النهاردة خرج نتنياهو وبتكلم وسائل الإعلام بيقول كلام غريب جدا هتفكركم بحاجة نتنياهو بيقول للاعضاء الحزب قعد معاهم بيقول لهم انا الوحيد الذي سيمنع قيام دولة فلسطينية في غزة ويهودة والسامرة يهودة والسامرة دي اللي هي الضفة الغربية بيسموها وفقا لأهواءهم التلمودية الموضوعة يهودة والسامرة ما بيقولش عليها الضفة الغربية هو بيقول انا الوحيد الوحيد القادر على منع اقامة دولة فلسطينية معنى ذلك ان نتنياهو لا ينوي ولا ينتوي ان يدخل في مفاوضات الحل النهائي باقامة دولة فلسطينية يبقى نتنياهو بيرفض ذلك نتنياهو بيعلن عن ذلك نتنياهو بيفصح عن ذلك بيقول أنا الوحيد القادر على منع إقامة دولة فلسطينية بيقول هذا الكلام هو احنا أنفصر الكلام على هوانه هو الرجل بيقول مش عاي السلام نتنياهو بيقول أنا رجل حرب أنا رجل إرهاب أنا زعيم عصابة بيقول لن تقام دولة فلسطينية الراجل اللي بيقود دولة إسرائيل دلوقتي ومنتخب بيقول أنا لست رجل سلام أنا مش ها أسمح بقيام دولة فلسطينية هل في كلام تاني يعني هو الراجل بيقول لنا يا جماعة أنا مش بتاع السلام أنا ما ينفحش أقول له أنت بتاع السلام يقول لي أنا لن أقيم دولة فلسطينية ولن أسمح بها ما ينفحش أقول حل الدولتين الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة حرب الحكومة الاسرائيلية الحالية ليست حكومة سلام الحكومة الاسرائيلية الحالية عبارة عن مجموعة من زعماء العصابات والقتلة بالغفير احدا الذين شاركوا في قتل اسحق ربيد نتنياهو باطول من حكم دولة اسرائيل بيقول النهاردة انا الوحيد القادر على منع قيام دولة اسرائيل انا بقول لامريكا وبقول للتحاد الاوروبي وبقول لكل الدول اللي بيكلموا على حل الدولتين ربما يكون حل الدولتين هو الحل القابل للتطبيق لكن بالتأكيد ليس هو الحل الذي يمكن ان نصل اليه مع وجود الحكومة الاسرائيلية الحالية لذلك مبارح كنتم بقول لحضراتكم مباشرة فكرة اليوم التالي يقول لك اليوم التالي هنعمل ايه بكرة نعمل ايه بقول له اليوم التالي اكيد نتنياهو مش يبقى موجود يعني هل نتنياهو هيبقى موجود هل حكومة نتنياهو هيبقى موجودة هل اليمين المتطرد هيكون موجود في كل الاحوال نتنياهو النهاردة بيقول انا الوحيد يعني غيري مش هيقدر الذي سيمنع قيام دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية انا الوحيد القادر على السمود في وجه الضغوط الامريكي انا الوحيد الذي يعرف بايدن منزو اربعين عاما انا الوحيد الذي يعرف كيف ادير الرأي العام الامريكي فكرني بواحد كما رشح عايزة رشح للرئاسة فاكرينه اسمه شاف احمد ايه كده احمد انطاو انا الوحيد الذي سيمنع قيام دولة فلسطين انا الوحيد القادر على السمود في وجه الضغوط الامريكية انا الوحيد الذي اعرف بايدن منزو اربعين عاما منزو اربعين عاما انا الوحيد الذي اعرف كيف ادير الرأي العام الامريكي هو الراجل بن يمين نتنياهو يبدو انه فقد عقله يبدو انه فقد صوابه يبدو انه فقد اي علاقة له بالسياسة بن يمين نتنياهو وصل الى مقصلة الاعدام السياسي حكم عليه او حكم على نفسه بالاعدام السياسي خلاص ده انا بعتبره ساقط بعتبره غير موجود بن يمين نتنياهو بعتبره انتهى النهاردة بيحاول يرمم بيحاول يصلح بيحاول يدير البلاد بشكل عن طريق اعضاء الكنيسة اعضاء حزبه يستملهم بيؤلف قلوبهم لكن في النهاية هو بيقول انا مش راجل سلام اللي عايزي راهن ما يراهنش علي انا راجل مش بتاع سلام ده كلام بن يمين نتنياهو